بدأت بمدينة المكلة أعمال الاجتماع الدوري للهيئة العليا لمؤتمر حضر موت الجامع برئاسة الشيخ عمر بن حبريش رئيس مؤتمر حضر موت الجامع وفي افتتاح أعمال الدورة تطرق الشيخ بن حبريش إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة بعد أن كان هناك حلولا في الفترة السابقة وتقارب بين الأطراف مشيرا إلى أن هذه التطورات ستعقد الأوضاع أكثر خاصة في المشهد السياسي وسيكون آثارها على المنطقة بشكل عام وإن حضر موت ستتأثر بها وأكد الشيخ بن حبريش أننا كمجتمع ومكوناتنا تحمل أمانة اتجاه حضر موت والدفاع عنها موضحا بأن مؤتمر حضر موت الجامع استطاع أن يوصل صوت حضر موت إلى المحافلة الدولية وإن تكون حاضرة في أي تسويات قادمة هذا وتخللت الدورة نقاشات مستفيدة من أعضاء الهيئة العليا حول مجمل القضايا التي وقفت أمامها هذه الدورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر